موسيقى مقتل ستة وإصابة سبعة آخرين من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لإبراهيم الجذران في ميناء السدرة وإصابة سبعة وعشرين آخرين من القوة الثالثة ضمن عملية الشروق مصدر في مركز بنغازيا الطبي وأكد وصول ستة قتلى للمستشفى ليلة أمس وشورى الثوار يعلن سيطرته على معسكري الثانوية الفنية والصواريخ طائرة تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تقصف مساء أمس ضواحي مدينة الزوار ومنطقة الزرير دون أن تخلف أضرارا بشرية نشرة الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار أهلا بكم قتل أمس ستة عناصر وأصيب سبعة آخرون يتبعون لقوات حرس المنشآت النفطية التابع لإبراهيم الجذران في منطقة ميناء السدرة وأكد مراسل قناة ليبيا لكل الأحرار إصابة سبعة وعشرين آخرين إصابتهم طفيفة من القوات الثالثة التابعة لدرع الوسطى ضمن عملية الشروق المكلفة بتحرير الموانئ النفطية وأفاد المراسل أن اشتباكات متقطعة بمختلف أنواع الأسلحة دارت مساء أمس في منطقة الهلال النفطي واستمرت حتى الليل وقال النطق الرسمي باسم عملية الشروق التابعة لرئاسة الأركان العامة إسماعيل الشكري إن هدوءا حذرا يسود منطقة الهلال النفطي حاليا واسط قصف متقطع بالمدفعية الثقيلة على المنطقة الواقعة أمام ميناء السدرة النفطي ونفى الشكر وقوع خسائر بشارية في صفوف القوات التابعة لعملية الشروق خلال اليومين الماضيين استهدف مجولون في الساعة الأولى من صباح اليوم محلا لبيع العطور يعود لأحد المواطنين في مدينة جدابيا بحقيبة تحوي مواد متفجرة وقال مراسل قناة ليبيا لكل الأحرار في جدابيا إن الحريق لم يصفر عن إصابات بشرية لكنه أدى إلى احتراق المحل بالكامل وقد قامت قوات الدفاع المدني بالمدينة باحتواء الحريق ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة أمر القائد الأعلى للجيش الليبي نوري بوساهمين المدعي العام العسكري بمباشرة تحقيق في واقعة مقتل 14 جنديا أثناء قيامهم بحراسة محطة الكهرباء الغازية بيسر وإظهار الحقيقة والقبض على الجنات وتقديمهما للمحاكمة في السياق ذاته نعى المجلس الأعلى للدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني ورئاسة الأركان العامة الجنود الذين قتلوا على أيدي مسلحين مجهولين في سرط أثناء تأدية واجبهم بحراسة محطة الخليج البخارية لتوليد الكهرباء غرب المدينة أكد مصدر في مركز بنغازي الطبي فضل عدم ذكر اسمه لقناة ليبيا لكل الأحرار وصول ستة قتلى للمستشفى ليلة أمس وأوضح المصدر أن من بين القتلى أربعة أفراد من الكتيبة 21 صاعقة فضلا عن شخص آخر قتل نتيجة انفجار في منطقة بلعون وأضف المصدر أن المركز استقبل جثة موظف من الدفاع المدني قتل جراء تعرض سيارة تابعة للدفاع المدني للرماية من قبل أحد الاستقافات في المجوري حيث نجم عن هذه الحادثة إصابة شخص آخر بجروح خطيرة قال عضو كتيبة السابع عشر من فبراير نوري محمد إن قوة مجلس شورى ثوار بنغازي نفذت صباح اليوم هجوما على محيط معسكر الكتيبة 204 دبابات وأضف نوري أن قوات شورى ثوار تمكنت من أحكام سيطرتها الكاملة على معسكري الثانوية الفنية والصواريخ والسيطرة شبه التامة على الشارع فينيسيا وأوضح نوري أن هذه السيطرة ستضيق الخناق على الكتيبة 204 من محورين مشيرا إلى تمكن شورى ثوار من الاستلاء على دبابتين وأعطاب باثنتين بالإضافة إلى بعض الأسلحة والذخائر حسب قوله ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهتف عضو لجنة التواصل الاجتماعي بمجلس ثوار بنغازي الزروق الكلاني سيد الزروق ما هي آخر مستجدات الهجوم الذي استهدف محيط الكتيبة 204 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف الأنبياء والمسلم سيدة محمد وآله وصحبه جمعين أهلا بأختي الكريمة طبعا الأحداث اليوم كما قلت والله الحمد تم سيطرة على الثانوية والصواريخ بالكامل تم تدمير دبابتين وغنم دبابتين وخريات وتم قتل عدد من أفراد الـ 24 عند الثانوية عند البوابة حدود الخمسة أشخاص رؤون خمس أفراد هذا بالأكيد ولكن العدد أكثر من ذلك ولكن لا يعني لا أعلم أن يميل لست دي معلومة أكيدة بالعدد ولكن أكثر من خمس أفراد من الـ 24 والآن أنا موجود في محور الليثي تم هناك اشتباكات متقطعة واختباكات خاصة في محور سوق اللحوم اشتباكات كثيفة جدا ومحاولة التقدم من قبل أتباع اللواء المتقاعد حفتر فحاولوا التقدم ولكن الشباب لهم بالمرصد والله الحمد والمنى فتم للخانسين بإذن الله وتم إخراج أغلب العائلات من منطقة الليثي وتم تهديدهم حتى هناك اتقافات خاصة في محور سوق اللحوم تم تهديد العائلات وتم استقاف العائلات وينزال الذكور خاصة من الذكور وحتى الكبار السن منهم تم إنزالهم من السيارات وتم القبر عليهم يعني عدد كثير وعدد كبير من أسر وعائلات الليثي تم أسر عدد من ذكور منهم من مقاطع عائلات التي خرجت وتم تهديدهم ويبلغونهم بأن الليثي سوف يقصف بالكامل فسوف يتم محوه عن مواش الأرض فهذه أعمال جيش الكرامة أو الندامة تابع لللواء المتقاعد خليفة حفتر أما محاور الجامعة وقرية فماشاء الله لقوة الله بالله هناك بعض الاشتباكات المتقطعة من حين لآخر ومحور 17 فبراير للحمد للشباب ثابتين وهناك اشتباكات من حين لآخر ومحور البلعون والصفصة خاصة سنوية كما قلت أنت فيما سبق وزيدك من القبر أن الشباب دخلوا للمتين واربع مدون مقاومة دخلوا المعسكر بالكامل وخرجوا منه ولم تمركزوا فيه دخلوا للمتين واربع وبدون مقاومة تذكر ومشطوه وخرجوا بالكامل منه المعسكر عضو لجنة تواصل الاجتماعي بمجلس شورة ثوار بنغازي الزروق الكيلاني شكرا على كل هذه التفاصيل أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تلقت تأكدات بعدم صحة التقارير المتعلقة بإساءة استخدام سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الليبي وأزيائه الرسمية في هجمات عسكرية والتي كان قد تضمنها تقريرها الصادر في الثالث والعشرين من ديسمبر الحالي وفي توضيح وزعه قسم الأعلام بالبعثة أكدت تواصلها إلى أن تلك المعلومات غير صحيحة وذلك بعد قيامها بالمزيد من الاستفسارات وأكدت البعثة دعمها الكامل للعمل الحيادي والإنساني للهلال الأحمر الليبي وحثت كافة الأطراف على احترام هذا العمل الذي يقوم به في ظروف صعبة مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتها هي لإحترام القانون الإنساني الدولي قصفت طائرة تتبع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مساء أمس ضواحي مدينة زوارة دون أن تخلف أضرارا بشرية وقال المتحدث باسم الغرفة الأمنية زوارة حفظ معمر لقناة ليبيا لكل الأحرار إن القصف الجوية أصاب مزرعة للأسماك في ضواحي المدينة مضيفا أن الأوضاع الأمنية هادئة في المنطقة الغربية التي شهدت عودة المواطنين في الزلطن وريكدرلين إلى مساكنهم عقب سيطرة قوات ما يعرف بفجر ليبيا على الوضع الأمني في المنطقة وينضم إلينا عبر الهاتف من زوارة المتحدث باسم الغرفة الأمنية زوارة حفظ معمر سيد معمر ضعنا في صورة ما حدث من قصف جوي على ضواحي زوارة نعم تحية لك وتحية لمشاهدين قلات ليبيا لكل الأحرار نعم أمس قصف الطائرة اللابعة لما يسبب لواء متقاعد حفتر ضواحي مدينة زوارة وبالتحديد في منطقة تسمى غابط بكشفة منطقة على شاطئ البحر وتجد بها مقر لمزرعة الأسماك ولكن أحدا قضايا تتفجرت والتانية لم تتفجر وكانت لضرار مادية بسيطة جدا ولا تجد لك ضرار بشرية والحمد لله نعم وكيف هو الوضع الأمني الآن في زوارة والطريق المؤدي إلى رسجدير غربا وترابلس شرقا لما الطريق آمن والأمور تسير من حسن إلى أحسن الحمد لله أتبر من ترابلس إلى رسجدير منطقة آمنة وتحت سيطرت قوات فجر ليبيا والمنفذ رسجدير مفتوح حاليا من وإلى تونس من الجيحتين من جانب الليبي ومن جانب التونسي والحرك تسير طبيعي جدا وطريقة منها وكل الملاطق التي كانت فيها بعض الإشكاليات وبعض المشاكل تم تحريرها تم بس سيطرة قوات فجر ليبيا بتنسيق مع عديد من الجهات ومنها من أهالي هذه الملاطق والآن عودة الأهالي لمراطقهم والأمور طبيعية جدا ولم يبقى في هذه المنطقة الغربية إلا منطقة قاعدة أوتيا وكل المحاور الآن جاهزة لهذا العمل بإذن الله نعم المتحدث باسم الغرفة الأمنية زوارة حفظ معمار شكرا على هذه التفاصيل كما قصف طائرات حربية تابعة لللواء المتقاعد خليفة حفتر مناطق تحت سيطرة القوات التابعة لما يعرف بفجر ليبيا دون وقوع خسائر بشرية أو مادية وقال ناطق باسم القوة الوطنية المتحركة صبح جمعة إن القصف استهدف مساء أمس منطقة في الزرير من جهة ثانية قال جمعة إن الوضع في محاور المنطقة الغربية يشهد هدوءا حذرا بعد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة يوم أمس قال العقيد في القوات التابعة لما يعرف بفجر ليبيا في محور قاعدة الوطي الجوية طاهر الغرابي إن الوضع في القاعدة هادئ نسبيا بعد الاشتباكات التي جرت يوم أمس بالسلاح الثقيل وأضف الغراب لأن القوات التابعة لما يعرف بفجر ليبيا تمكنت من أحكام حصارها على القاعدة من الجهتين الشمالية والغربية مشيرا إلى أن أغلب مناطق القاعدة يقع حاليا تحت مرمى المدفعية التابعة لهم وللتعليق ينضم إلينا عبر الهدف من طرابلوس المحلل السياسي صلاح البكوش سيد البكوش فيما يخص منطقة الهلال النفطي هل يعني استمرار القتال إقفال باب الوساطات وأن الأطراف لا ترى أي حل غير الخيار العسكري؟ بالطبع هذه الوساطات تذكرين كانت منذ سنة 2013 ولم يحدث شيء ولازالت عصابة جدران مسيطرة على تلك المنطقة تحت اسم حرس المنشآت النفطية وأعتقد مشاهديكم يعرفون بأن هذه الفزورة لم تحل بعد رئيس حرس المنشآت النفطية هو نفسه مؤسس لحكومة برقة وهو موظف في الحكومة الليبية في حرس المنشآت وفي نفس الوقت هو رئيس لحكومة أخرى يسميها حكومة برقة فتلك الوساطات لم تنجح قط لأن لم يكن هناك خيار عسكري والآن هناك خيار عسكري وأعتقد أن الحاسب المعركة في منطقة فدرها والإلال النفطي سيكون قريبا نعم وماذا عن بنغازي سيد البكوش في ظل الجمود العسكري منذ مدة تقريبا في هذه المنطقة هل ترون من دلالة لهذه التطورات العسكرية؟ أعتقد أن الجمود العسكري بدأ يتغير وأن السوار الآن يأخذون الزمام المبادرة وهذا أعتقد أنه نتيجة لوقوع حفتر وقواته وحلفائه في الغرب بما يسمى بجيش القبائل في معظلة كبيرة والآن لم يستطع تنفيذ وعوده بسيطرة على بنغازي وتبين بأن الكلام عن سيطرة 90% و80% في بنغازي لم يكن كلاما صحيحا وسمعتم بالأمس كان هناك هجوم على القاعدة الجوية في لابرك وانحف واندحار حلفائه جيش القبائل في الغرب وانكسار محاولاتهم استراتيجية للسيطرة على ميناء وبطار زوارة ولذلك الآن نشهد تغيرا في موازين المعركة والثوار في بنغازي يأخذون زمام المبادرة وأعتقد أن الثوار في دفع الصامدون هناك ولا يستطيع أن يقوم بأي شيء الآن طيب بحديثك عن زوارة وعن هذه الاشتباكات يعني غارات جديدة للقوات أو لقوات ما يعرف بعملية الكرامة على المنطقة الغربية كيف تقيمون تأثيرات أو تأثير استراتيجية الغارات هذا في مصاري المعارك له يعني للسبوع المحاول العسكري ولكن حديثي مع المحاولين العسكريين ومنهم سيد محمد النعاس وآخرين وملاحظاتنا لما يحدث الآن في العراق ترين قوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وقوات أخرى من تحالف كبير تقصف في جبل سنجار وتقصف في كوباني ولم تستطع تحقيق شيء إلى أن تدخلت قوات البشمرك القادمة من كردستان للعراق عن طريق الحدود التركية ودخلت لتسيطر على الأرض الآن حفر ليست لديه قوات هناك الكثير من الضباط الذين يحلمون بأن يكونون محافظين وأن يتراقون مناصب كبيرة وليست لديه أي قوات على الأرض ولذلك فإن استراتيجية هذا القصف العشوائي بطائرة هنا وطائرة هناك سوف لن تؤدي إلى شيء كما رأينا الآن أنه يقصف بونغالي ويقصف المناطق المحيطة بدرنا ويقصف الهلال النفطي ويقصف المنطقة الغربية ولم تتحرق خطوطه إلى الأمام نعم طيب يعني سيد البكوش هل يلوح في الأفق أي هدوء قريب في ظل تزايد معاناة السكان وما يبدو من عدم قدرة أي من طرفي القتال على الحسم الهدوء أتقر أنه سيكون قادما ربما في الأسبوع القادمة بعد أن يتضح لمن هم مع حفتر وجيش القبائل أن الأمر محسوم وأن ليس لديهم أي أمل في الانتصار أو تحقيق يتقدم ستهدى الجبعات وربما سيكون الحوار القادم أو المرتقب سيتحدث عن هذه الأمور وتحدث هناك ربما تهدئة إذا توصل المتحورون إلى اتفاق نعم ناشط السياسي صلاح ألبكوش شكرا على هذه المداخلة قال عميد بلدية أبار أحمد المرتضى أن هدوءا حذرا يصود المدينة والمناطق المحيطة بها رغم سماع صوت أطلاق النار بين الفينة والأخرى وأكد المرتضى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الحياة مشلولة داخل المدينة وأنها شبه خالية بعد عمليات نزوح الكبيرة وتعاني من استمرار انقطاع الكهرباء وتعطل معظم الخدمات وأضف المرتضى أن لجنة الأزمة تواصل تقديم خدماتها لأهالي المدينة والنزحين وتمتد هذه الخدمات حتى البلدية المجاورة عقد الفريق المكلف من المؤتمر الوطني العام بتواصل مع بعثة الأمم المتحدة في جلسة الحوار الوطني جلسة مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء ساحات التظاهر وميادينها والثوار للتواصل إلى نقاط وتوصيات واضحة ينطلق بها الحوار بحيث نتحمل المسؤولية جميعا نستمع منكم وننقل أفكاركم ونحاوركم قبل أن نتحاور مع غيركم هذه الفكرة التي انطلقنا منها بالثوابت التي سمعتمها والتي أعلنها المؤتمر في بيانه الرسمي الثوابت الثلاث للحوار الوطني وكان أولها الالتزام بمبادئ أهداف ثورة 17 براير احترام الإعلان الدستوري احترام القضاء واحترام سعادة الدولة من خلال احترام القضاء وأن لا نجلس مع من هو مطلوب للقضاء دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى السلام في ليبيا وبلدان العالم وذلك في خطابه أمس الخميس بمناسبة أعياد نهاية السنة الميلادية وفي الخطاب الذي نشره موقع إذاعة الفاتيكان دعا فرانسيس كل من لديهم مسؤوليات سياسية إلى الالتزام بالحوار من أجل السمو على التنقضات والعيش المشترك الأخوي والمستديم وثالثة متواصلة فيها بعد الفاصلة وزارة الثقافة والمجتمع المدني في حكومة الإنقاذ تنظم احتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال مقتل ستة وإصابة سبعة آخرين من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لابراهيم الجذران في ميناء السدرة وإصابة سبعة وعشرين آخرين من القوات الثالثة ضمن عملية الشروق مصدر في مركز بنغازيا الطبي يؤكد وصول ستة قتلى للمستشفى ليلة أمس وشورى الثوار يعلن سيطرته على معسكرية ثانوية فنية والصواريخ طائرتنا تتبع لقوات لواء المتقاعة خليفة حفتر تقصف مساء أمس ضواحي مدينة زوارة ومنطقة الزري دون أن تخلف أضرارنا بشرية ألم بكم من جديد نظمت وزارة ثقافة والمجتمع المدني في العاصمة طرابلس احتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال واحتوى برنامج الاحتفالي على العديد من الأنشطة الفنية التي قدمتها طلبة مدارس أو قدمها طلبة مدارس طرابلس حيث تنوعت أنشاطات بين لوحات الاستعرضية والعروض الموسيقية كما تضمن الحفل معرضا للخط العربي ورسوم الأطفال وعرضا لأكثر من ستين عنوانا من إصدارات المراكز الثقافية إضافة إلى عرض قدمه طلب لأوبيرات غنائي بعنوان صحوة وطن صرح وزير الخارجية في حكومة الأزمة محمد الدائري المكلفة من قبل مجلس النواب المنحل لوكالة رايترز الأنباء أن الحكومة تواجه أزمة مالية خطيرة في الوقت الذي تواجه فيه كذلك أزمة تمويل وقال الدائري ليروي ترزاخ قد يمكننا الحصول على قروض وهذا ما قد نسعى إلى تحقيقه في الأيام والأسبوع القادمة مضيفا أنه أجرى مناقشات حول الوضع المالي في واشنطن مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أفاد مدير مكتب الأعلام بالمجلس المحلي لمدينة سرط محمد الأميل أن مستشفى ابن سينا بالمدينة استقبل جثة فتاة مصرية كانت قد اختطفت قبل يومين بعد أن قتل مسلحون مجولون والديها بمقر إقامتهم بالمستوصف الصحي لمنطقة جارف وأوضح الأميل أن جثة الفتاة البالغة من العمر 13 عاما عثر عليها مساء أمس الخميس بمنطقة 17 غرب سرط بعد ورود بلاغا من أحد المواطنين من جهته قال رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى ابن سينا بسرة محمد السريتي أن جثة الفتاة ظهرت عليها آثار طلقات نارية حيث تم تحويلها إلى الطبيب الشرعي بمدينة مصرطة لإكمال الفحص وفي سياق متاصل أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تباشر اتصالات لنقل جثمان طبيب المصري مجد صبحي وزوجته اللذين قتل في الثالث والعشرين من هذا الشهر في ليبيا وصفة قتلهما بالحادث الإجرامي البشع وقالت الوزارة في بيان النشر على صفحتها الرسمية أن السفارة المصرية في تونس تعمل على نقل جثماني الضحيتين إلى مصراطة لإنهاء إجراءات تجهيزهما ونقلهما إلى مصر في أقرب وقت ممكن عن طريق أحد الخطوط الجوية المتاحة عبر أوروبا أجرت المنظمة الدولية للهجرة استبانة على أكثر من ألف مهاجر سري محتجزين في النيجر أظهرت أن الأوضاع المضطربة في ليبيا لا تدفعهم إلى الرغبة في العودة إلى ديارهم المزيد في التقرير التالي ليبيا هي الوجهة المفضلة للمهاجرين غير القانونيين فرغم تدهور الظروف الأمنية فإن 9% منهم فقد ترغب في مغادرة البلاد هذا ما خلص إليه تقرير للمنظمة الدولية للهجرة صدر منذ يومين وتأسس على استبيان مهاجرين محتجزين في النيجر بعد عودتهم من ليبيا ويقول التقرير أن ليبيا هي الوجهة المفضلة للمهاجرين حيث أنه خلال عام 2013 كان ألف مهاجر يعبرون الحدود كل أسبوع من النيجر إلى ليبيا مرورا بمنطقة أجديس وفي سنة 2014 وصل إلى إيطاليا 42 ألف مهاجر منهم 27 ألف جاءوا من ليبيا وأفدت المنظمة أن 87% من المهاجرين في مراكز الاحتجاز في النيجر عائدون من ليبيا حيث كانوا يقيمون في طرابلس ومصراتا وسبها واغدامس ومرزق وقطرون وأفد 60% من المحتجزين أنهم سافروا وحدهم فيما صرح 26% منهم أنهم تلقوا المساعدات من قبل آخرين هذا وقال 42% منهم أنهم خلال وجودهم في ليبيا عاملوا كحملين في طرابلس ومصراتا وحسب نتائج الاستبيان فإن العمر المتوسط للمهاجر هو 27 عاما وإنه يعيل أربعة أفراد على الأقل وقد قضى على الأقل عاما في ليبيا أو الجزائر قبل الاحتجاز كما خضع لصعوبات مصدرها شبكات التهريب والعمالة غير القانونية وتتوزع جنسيات المهاجرين على 15 بلدا إفريقيا أهمها النيجر ومالي واتشاد وسينغال وغامبيا يذكر أن التقرير جمع شهادات 2127 مهاجرا محتجزين في مركزين بالنيجر وهو يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2014 قال رئيس لجنة شكل ونظام الحكم في الهيئة التأسيسية لسياغة مشروع الدستور مراجع القطعاني في برنامج تغطية خاصة على قناة ليبيا لكل الأحرار إن باب الهيئة مفتوح لكل مواطن للمشاركة في مناقشة مقترحات النصوص المبدئية التي طرحتها الهيئة مدعو كل مواطن ليبي لديه رغبة واهتمام بهذا الموضوع أن يتواصل معنا ويقدم لنا دراسة ناقدية وانتقاد أيضا مراكز البحوث نحن نتعامل مع لجنة دعم والتواصل وهي تعاملت معنا لجنة جامعة طرابلس وبعتت لنا أيضا بمخرجاتها أو بأفكارها حول المقاومات الأساسية وأيضا الحريات والحقوق من جهته أو شدد أستاذ القانون بجميع طرابلس منصور ميلاد على ضرورة مساهمة جميع المواطنين في هذه المساودة حتى يكون دستور لكل الليبيين والليبيات لا بد أن يربي كل مطالبهم في احترام حقوقهم ومحرياتهم في ضمان مبدأ المساواة والحظية في ضمان عدم عوضة الاستبداد هذه هي الأساسيات وأهمها ضمان المساواة والآن مشاهدين إلى جديدة صفحة الرياضية أقيمت أمس مباراة من ثلاثة أشواط جمعت فرق الاتحاد والوحدة والترسانة بملعب نادي الاتحاد بطرابلس احتفالا بعيد الاستقلال وشهدت الاحتفالية أجواء رائعة وتم خلالها تكريم بعض الشخصيات الرياضية وقدماء اللاعبين يواصل منتخبنا الوطني لكرة السلة تحذيراته بالعاصمة التونسية وذلك في إطار معسكره التحذيري المتواصل بتونس استعدادا لتصفيات المنطقة الإفريقية الأولى لنهائيات أمم إفريقيا التي ستحتضنها تونس العام القادم ومن المتوقع أن يجري المنتخب اليوم مباراة ودية مع فريق جمعية المنازه فاز فريق القرذبية على فريق الشرارة بأربعة أهداف مقابلة ثلاثة في مباراة مثيرة أقيمت بالملعب البلدي سبها ضمن مباراة المجموعة الثالثة لدور المنطقة الجنوبية للأواسط يذكر أن الدوري انطلق منذ شهر نوفمبر ولعبت منه حتى الآن أربعة أسابيع ويتصدر المجموعة فريق الجزيرة بسبها أكد مدرب فريقي ليفر بول براندن روجرز أن فريقه يستعيد ثقته بنفسه قبل مباراته أمام مضيفه بيرنلي اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعتقد أن الأداة هو الشيء الأساسي وهو دوما مؤشر جيد على المستوى وأعتقد أنه في خلال الأسبوع الماضي وخاصة في مباريات بولمونت وأرسنل في نهاية الأسبوع يمكنك أن تلمس ذلك لا يمكنك أن تقدم مثل هذا الأداة إذا لم تكن تملك الثقة في الفريق بالطبع أصبنا بخيبة الأمل من النتائج لأنني أعتقد أننا كنا نستحق الفوز في نهاية الأسبوع أمام أرسنل ولكن بعودة الثقة إلى الفريق سنحقق سلسلة من الانتصارات أعلن نادي كالياري صاحب المركز الثامنة عشر في الدور الإيطالي عن تعيين النجم الدولي السابق جين فرانكو زولا مدربا لفريقه وجاءت تعاقد مع زولا لخلافة تشيكي ديمان الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج بعد أن أمضى نصف موسم حقق فيه النادي فوزا واحدا فقط وأوضح النادي أن تزولا سيبدأ مهامه الأحد المقبل بعد عودة اللاعبين من إجازة عيد الميلاد وسيساعده لعب دولي سابق هو بيرلوجي كازيراجي كشفت شبكة إيس بيانا الأمريكية الشهيرة عن ترتيب أفضل الأندية في العالم لسنة 2014 حيث جاء ريال مدريد الإسباني في الصدارة بعدما نجح مؤخرا في التتويج بموندال الأندية بالمغرب لتصبح البطولة الرابعة له هذا الموسم إلى جانب بطولات دور أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي بينما جاء كل من بير مينيخ الألماني واتشلس الإنجليزي في المركزين الثاني والثالث على التوالي وإلى التذكير بأهم العنوين مقتل ستة وإصابة سبعة آخرين من قوات حرس منشأة نفطية التابعة لابراهيم الجذران في ميناء السدرة وإصابة سبعة وعشرين آخرين من القوة الثالثة ضمن عملية الشروق مصدر في مركز مغازية طبي يؤكد وصول ستة قتلى للمستشفى ليلة أمس وشور الثوار يعلن سيطرته على معسكري الثانوية الفنية والصواريخ طائرتنا تتبع لقوات لواء المتقاعد خليفة حفتر تقصف مساء أمس ضواحي مدينة زوارة ومنطقة الزرير دون أن تخلف أضرارنا بشرية ختمة النشرة شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة